موسيقى مساء الخير وأهلاً بكم في هذه النشرة مفصلة من العربية أعلنت السلطات التونسية حظر التجول في مدينة بنغردان الحدودية مع ليبيا بعد مواجهات عنيفة يخضها الجيش مع متطرفين من داعش قبل ذلك وزارة الدفاع الداخلية التونسية أعلنت أن 21 متطرفاً قتلوا إضافة إلى أربعة مدنيين في المواجهات التي شهدتها مدينة بنغردان الحدودية مع ليبيا قتل في صفوف المدنيين والأمنيين على حد السواب بينهم فتى في الثانية عشر في الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت أمنية وعسكرية في منطقة بنغردان الحدودية مع ليبيا المواجهات أصفرت عن مقتل عدد من المتطرفين واعتقل آخرون شاركوا في الهجوم ودعت السلطات السكان إلى ملازمة بيوتهم خشية وجود مسلحين مختبئين المسلحون وهم وفق شهادة سكان المحليين من تنظيم داعش استولوا على سيارة إسعاف بالمستشفى المحلي في عملية تعد الثانية في بنغردان في أقل من أسبوع في الأثناء تم إغلاق مداخل المدينة والطرق المؤدية إلى جزيرة جربة السياحية ومعبر راسجدير الحدودي وحلق الطائرات العسكرية في المنطقة للمساعدة في تعقب مسلحين آخرين لاذو بالفرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد اجتمع بوزيري الدفاع والداخلية لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها تونس القلق من انتشار الفوضى في الجارة ليبيا أنهت للتو بناء جدار ترابي وخندق على طول الحدود في الوقت الذي يشرف فيه عسكريون من بريطانيا على تدريب القوات المسلحة التونسية كما من المتوقع يبدأ عسكريون ألمان وأمريكيون تدريب قوات تونسية على إدارة المراقبة الإلكترونية للحدود رياض عشور العربية